السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندنا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربيات وتسمين الأغنام من الألف الأليئة النهاردة موضوعنا عن حاجة جديدة من نازل السوق وجاني عليها أكثر من سؤال طبعا انا بحب شهاجم شخص معين بس ده من باب إظهار الحق بس ان الناس كتيرا بتسألني عنها والناس اللي بيسألوني بيقولولي كلام انا معرفاش الصراحة بس بيقولولي كلام عنها كلام غير منطقي بالمرة كلام كله كتبه غش المادة هي المادة اسمها نوفا بلس او السماد الحيوي زي ما بيسموها وفيه اللوال بيو فاكتور الكلام اللي بتقال عليهم ايه الكلام اللي بتقال عليهم النوفا بلس ده سماد عبارة عن سائل بيتروي بيه بيتحط في مياه الراي للبرسيم بيخلي البرسيم نسبة البروتين فيه عشرين في المية وانا مش عارف طمانتشر في المية وهو أخضر برسيم أخضر أحب أقولك ده كتب وغش مفيش اي مادة في العالم مفيش اي مادة في العالم خاضرا فيها نسبة بروتين حتى عشرة في المية مفيش اي مادة خاضرا مش جافة مفيش اي مادة خاضرا يعني طرية رطبة مفيش اي مادة لسه حششه ملا الأرض خضرة وفيها نسبة بروتين حتى 10% دي رقم واحد رقم اثنين بردك البي فاكتور بتحط في مية الشرب للاغنام بيخل الخروف يزيد بمعدل 650 جرام على ايه 650 جرام بيزيد على برسيم فقط البرسيم اللي هو مروي بالنوفا بلس البرسيم اللي مروي بالنوفا بلس مع البي فاكتور في المية الشرب للاغنام الخروف بيزيد 650 جرام يعني بدون اي علف مركز ده الكلام لو اصلني الاول من اول او دي مكالمة تلفونية قعدت مع اكتر من ساعة والراجل ده راح عندهم وقعد وتفرج وكل حاجة طب ايه راح وتفرج دي ما تبين لكش الواقع اصلا يعني خرفان وبتاكل برسيم عادي فيش مشكلة ازجاد خرفان سيمينة مش سيمينة ما عارفش واشاف ايه بس المهم ودوقوا واكلوا لحمة لحمة مية مية مفيش ايه مشكلة ولكن هل الكلام ده صحيح احب اقول لك كلام كله كده وانت زي بالمصر كده حاطت في بطنك بطيخة صيفي وانت متأكد من المية اقول له كده اول حاجة اول حاجة مفيش خروف في مصر نهائي نهائي بيزيد ستمية وخمسين جرام في اليوم على علف مركز مش على برسيم يبالك هو بيتكلم على برسيم فقط لا غير فقط لا غير فمفيش خروف في مصر نهائي بيزيد ستمية وخمسين جرام في اليوم على العلف المركز يبال هو بيتكلم على برسيم يعني مفيش نهائي كله كدبه وغش زاد يقول لي مصروف الخروف في الدورة الثلاث شهور خمسين جنيه مفيش الكلام تخالص نهائي الخروف يوم ما بيصرفش بيصرف بمعدل يعني لو كان بمعدل كيلو لو هو بيأكل بمعدل كيلو في اليوم في الشهر كيلو مثلا مربعة ونص خليه بخمسة جنيه مع المادة الملأة خمسة في ثلاثين بيأكل بمية وخمسين جنيه في الشهر يقول لي ثلاث شهور يزيد سبتمية وخمسين جنيه في اليوم وعلى البرسيم فقط وبيكلف خمسين جنيه بس كلام ما يدخلش كلام ما يدخلش دماغ عايل صغير عايل بيلعب في الشهر الخروف يصرف خمسين جنيه في ثلاث شهور ويزيد بمعدل سبتمية وخمسين جنيه في اليوم وبيأكل برسيم فقط كله كدب فياريت طبعا هقول لك شوية معلومات عشان تعرف محدش يضحك عليك ويجذب عليك رقم واحد دي حطها قواعد رقم واحد متاخدش اي معلومة قبل ما نقلوه القواعد دي معلش بالمرة عشان نقفل الموضوع لو في الكلام ده صحيح الكلام ده صحيح مش عاوزين اكتر من تجربة عملية مش عاوزين اكتر من تجربة عملية انا لما عمدت سلسلة مشروعة تسميني الاغنام كنت معاكم صوت وصورة يوميا بصور كان كل يوم فيديو اثنين كل يوم فيديو اثنين للاغناب وهي بتاكل وانا بوزن العلف وبحط العلف انا مش عاوزين اكتر من كده مش مشكلة انا مش عاوزين تطلب منك فيديو تلت شهور فيديوهات لا عشرة ايام عشرة ايام او اسبوعين او شهر وتوزن الغنم او ما تدخل الغنم على الشهر وتوزنها اخر الشهر 650 جرامي عند الخروف يزيد حوالي 20 كيلو في شهر الخروف هيزيد 20 كيلو في شهر واحد احنا مش عاوزين منك اكتر من كده خلي كلامك صح بناروي البرسيم بالنوبا بلاس وبنادي البيوفاكتور للاغنام وبأكل برسيم بس احنا ما اهمنا اش باتأكل ايه اكلنا برسيم قدام بعد كده اكلوا مفول حصا ما يعنديش مشكله اكلوا من اللي اتأكلوا المهم انا عاوز الخروف تدخلوا يعني مش هقولك ان هم تأكلوا برسيم لا اكلوا اللي اتأكلوا مش هقولك ان يعني هتفضل عامل بس ساعة على لغات ما يخلصوا البرسيم ويأكلوا ويشباعوا ما مش هتفضل الفيديو طول النهار لا انا عاوزك تجيب الغنم توزنها ترقمها تعلمكم فيها علامات مميزة واكلها زيم اكلها برسيم اكلها نوفا بلس اكلها بيوفاكتور اكلها علف وقبالي اخر الشهر زايدة 20 كيلو الخوف زايد 20 كيلو بس مش هزاك ترمي كده يبقى كده كلامك صحيح الخرف وصل ل 20 كيلو في الشهر غير كده يبقى كلام كله كده وغشر لا تخليش حد يضحك عليك ويجذب عليك اما بعض القواعد هنقولها لك من غير ما تجرب المادة انا المادة لا شفتها ولا جربتها على فكرة لا شفتها ولا جربتها ولا موجودها عندنا معروفة عندنا هي كل كلام عنك بس ما حب اقولك خد القواعد دي متاخدش الكلام متاخدش ترويج سلعة اي كلام بيتقال على سلعة جديدة نزلة زي ما كان نازل الشغير المستنبت وزي ما دلوقتي نازل الازولة وزي ما هو دلوقتي البيوفاكتور او النوفا بلاصي انت متاخدش كلامك نهائي اي طرف ليه علاقة بالمنتج الجديد متاخدش اي كلام منه لا تصدقه ولا تكذبه وما لعمل ايه خد كلامك من واحد جرب السلعة دي بنفسه جربها واخدها واشتغل عليها وجربها صاحب السلعة عمل لك فيديوهات عمل لك فيديوهات عملية وجرب لك عملية طبعا ان فيه غش كتير في الفيديوهات بردك يعني بس انا باللوقت الفيديو ده انا اتحدى يجيب الغنم والخروف نفسه من خلال شهر يزيد 20 كيلو ومش هيحصل بس انا متاخدش اي كلام من مروج للسلعة اذا كان واحد هو اللي عامل الماده الدي الجديدة ما تاخدش منه ها انه يعمل لك من المصر اللي بيه与 قرب البحر طحينا وكتب وغش ما تاخدش منه스터ات اذا كان هو مستورد للسلعة دي ما تاخدش منه الكلم ان كان هو الوكيل عنده تونس للسلعة دي ف م dev一直 اخد الكلام من الناس جربت لعن تجربة عملية هيا احد Sukla 청شة عملية مفوش مفيش ک sandhywa G guns 21 طبعا الى اللي بياخد خذوق بيركن على جنب وما بيتكلمش اللي بيشتري الحاجة او ياخد الخذوق خلاص كده الحمده اللي خدت الخذوق خلاص خلي الناس تتخذوا ازاي من اتخذوق فلا انا بقول لك باب العلم الشيء من باب لازم تفهم كويس بالذات عصر العولمة اللي احنا فيه دلوقتي العالم بقى زي القرية النت بيجيب المعلومات من امريكا عصر العلومات بتوصل من اي مكان في العالم من ابعض نقطة عنك في العالم بتوصلك في ثواني فما تخلي ليك عقل فكر بيه ما تسمعش كده وخلاص نفيش خروف بيزيد في مصر 650 جرام من هك طب اعلى معدل تحويل عندنا في مصر كام ببيوصلش 400 جرام بغض نظرا اي سلالة ببيوصلش 400 جرام يعني اخره 350-360 ده كده يبقى معدل تحويله ممتاز عندما 650 وعلى البرسين بس مفيش طيب ايه تاني اقولنا متاخدش معلوماتك من اي حاد اللي لدي اي علاقة بالسلعة الجديدة اللي نزله زي المواهيل اللي حصلت في الشجير المستمد وناس كتيرها فشلت فيها وكلام فاضي وزي العزورة لسه ده نزله متجرب فيها بوضع